ويمكن كل المهتمين بأحوال التقس مبارح كان في حالة من التقس غير المستقر على جميع أنواع أنحاء البلاد وده كان السبب في عصفة ترابية فقبل ما نبدأ فقراتنا كالعادة نروح نصبح على زملتنا دينا شرف ونعرف منها أخبار التقسي النهاردة يا دينا السباعة خير يا أحمد سباعة خير يا دينا السباعة الخير على كل مصيف في كل مكان لا الحمد لله التقس النهاردة يكون مستقر مفيش تراب يعني أهم حاجة مبارح يعني كان صعب جداً الناس فعلاً كانت تعباني وأصحاب الجيوب الأنفاية كانوا حاسين بألم صعب مبارح ده حي بالأس النهاردة إن شاء الله الجو هيكون دافئ ومشمس بإذن الله الحمد لله يا رب يفضل على كده يا رب يا رب خيرونا نستعد مع حضرتكم جولة سريع عن أحوال التقس النهاردة تقس هيكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية في النهاردة شابونها مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ومن طبعاً بنطلب من قائد السيارات توخي الحزر درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23 وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 32 وأقل درجة حرارة تكون في بورساية 19 درجة هنتبع مع حضركم التقس بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أخدكم كده من التقس سريعاً هنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي وهالناس طبعاً بدأت تنزل الشوارع مرة تانية علشان نروح للجامعات والمدارس والريح الشغل قبل ما نبدأ عرض الطرق اللي معانا بننصح اللي عنده مشوار مهم طبعاً زي ما قلنا ننزل بدري شوية علشان نتجنب التكدس والزحمة المررية اللي بتكون في ساعات الضروع الصباحية بسبب المدارس والجامعات هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة في كثافات مررية بسيطة حتى ميدان التحرير أما الكورنيش القادم من المعادي بيشهد كثافات بسيطة عند شارع الأصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير في أيضاً بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولاً إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران أما كبري أكتوبر المتجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرية واللي نكمل أعلى كبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرية أما حركة السيرات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغاني ومصر الجديدة في سيولة مرية نكمل معكم جولتنا ونروح لشوارع الجيزة تم فتح الشارع اني للسياحي بعد غلقه لمدة خمسة ساعات لإزالة الحواجز الخرصانية أمام سفارة الإمارات أما شارع الهرم فتم غلقه كليا في الاتجاه القادم من المريوتية اتجاه مدان الجيزة فقط لتسليم موقع طبعا محاطة مترو وأنفاق مدكور بشارع الأهرام لشركة الملفظة للخط الرابع للمترو وده طبعا هيسبب بعض الكثافات اللي بتزيد وكمان هتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية فيه أيضا كثافات متحركة المتجه إلى الكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى لاشين وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري ووصولا إلى شارع السودان فيه كثافات مررية متحركة بيفضل التوجه لمحور عربي اللي بيشهد كثافات ممكن تكون أقل شوية وبتظهر بعض الكثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة لكن شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مررية نروح لمعاكم لمحافظة القليوبية والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مررية لكن في بعض الكثافات بدأت من حوالي الساعتين قبل مطلع الدائري وده الطبيعي في الوقت ده طبعا وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة لكن الزراعي متجه لبنها ووسنة وطنطة في حالة من انتظام والسيولة المررية لكن متجه إلى محافظات الدلتة من خلال طريق الدائري في كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منذل الطريق الزراعي وبننصح طبعا بطريق شبرة بنها الحر أما القادم من طريق شبرة بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدية نصر من الأفضل استخدام محور الفريق العصار ونكمل جولتنا المررية ونروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية وزي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبر إستالي وكمان فيه كثافات متقطعة عن الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مررية وده هتكون نسبية الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مررية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعة الضروة الصباحية وده وسط طبعا تواجد خدمات مررية مكثفة لتسهيل حركة سير الطريق ومنع التكدسات في جميع الشوارع الرئيسية وبكده خلصت جولتنا في التقس والمرور وحابنا نطميمكم على حالة التقس وأحوال المرور في معظم محافظات الجمهورية هرجع مرة تانية لأحمد وهدير عشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر شكرا لك يا دينا وبالتأكيد هنرجع لك على مدار الحلقة نتابع معاك كل الأخبار والموضوعات اللي معاك النهارة تشكرك